ارتبطت في عقولنا بالافلام والرسوم المتحركة والخيال العلمي. لكنها لم تعد كذلك. فقد اوشكت ان تشاركنا واقعنا كاي اختراع اعتدنا عليه. السيارات الطائرة. هل حقا باتت حقيقة? وكم يبلغ سعرها? خيال بات حقيقة. بعد ان كانت تنافس بين شركات السيارات يقتصر على السرعة والاداء والاقتصاد في الطاقة. تغير اليوم مضمار التنافس. فقد انتقل من الارض الى السماء. حيث بدأت الشركات تتنافس على صنع السيارات الطائرة. فمع نهاية عام الفين وعشرين ظهرت سيارة طائرة في سماء سلوفاكيا. اعلنت عنها شركة التي اسسها المخترع ستيفاني كلاين. واسمتها سيارة الجو اير كار. وهي سيارة تتحول الى طائرة في ثلاث دقائق. قالت الشركة انها تصلح للتنقل داخل المدن. كل ما يحتاجه السائق ضغطة واحدة على زر محدد. ليخرج للسيارة جناحان ومراوح خلفية وذيل. وبمجرد سحب مقودها سيجد نفسه يطير بين السماء والارض. وحين يجد مهبطا او شارعا فارغا يعود الى الارض بامان. واذا ما طويت اجنحة سيارته ومراوحها ستعود لحجمها الطبيعي. ما يمكنه من ركنها في اي موقف مخصص للسيارات العادية. ليست الوحيدة. السيارة السلوفاكية ليست الاولى وليست الاخيرة. فقد سبقتها سيارة المصنعة من قبل شركة سكايدرايف اليابانية. التي نفذت رحلة تجربية ناجحة في اغسطس عام الفين وعشرين. حيث نشرت الشركة مقطع فيديو لجسم غريب يشبه الدراجة النارية. لكنه مزود بمراوح. ظهر يطير على ارتفاع عدة اقدام عن الارض. وظل يحوم في منطقة شبكية لمدة اربع دقائق. وقد صرحت الشركة بان منتجها سيصبح واقعيا بحلول عام الفين وثلاثة وعشرين. وفي عام الفين وتسعة عشر ظهرت في مدينة مايامي بالولايات المتحدة سيارة القادرة على الطيران. والتي تحتوي مراوح قابلة للسحب ويمكن قيادتها لمدة تصل الى سبعمائة وخمسين ميلا. وكانت السيارة قيد الانتاج بالفعل. وتباع بمبلغ ستمائة الف دولار تقريبا مع سبعين طالب مسبق حتى ذلك الوقت. وتوقع القائمون عليها ان يتم تسليم اول سيارة منها في هذا العام الفين وواحد وعشرين. عيوب وسلبيات. فعليا ظهر الى العالم اكثر من مائة مشروع للسيارات الطائرة في العالم. نجح عدد قليل منها فقط في الطيران مع وجود شخص على متنها. لكن ما تزال هناك عقبات كثيرة امام طرح هذه السيارة في الاسواق. اهمها عقبة الامان ثم ارتفاع التكلفة. حيث قدر سعر اقل واحدة منها بثلاثمائة وخمسة وثلاثين الف دولار. بينما تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة بالتكسي الطائر حوالي ثلاثمائة وخمسين دولارا. اضافة الى صعوبة مراقبة الحركة الجوية والمواقف الخاصة بهذه المركبات وعمليات الاقلاع والهبوط. ما يعني ان هذه الفكرة التي ظهرت قبل مائة عام وبدأت اليوم تأخذ حيزا واقعيا. ربما ستكون في المستقبل القريب جدا. حقيقة ملموسة. فان كنت من محبي المغامرة والشغوفين بالجديد في عالم السيارات ربما عليك ان تبدأ بالدخار المال لشراء سيارتك الطائرة قريبا.